حتى لو كان النبات ضاراً فهو طاهر يعني لو افترضنا أن الأكل بتاع هذا النبات يضر هذا لا يعني أنه غير طاهر مثلاً يعني في نبات عندنا في مصر أو شجر اسمه شجر الخروع الحبوب بتاعته سامة يعني اللي يتناول خمس حبيات من النبات دهوت ممكن تموته على طول هل أوراق هذا النبات أو جدوع هذا النبات نجسة؟ لا وفقط مضر هل لو أنا حملت في إيدي الحبيات بتاعته اللي هي الحبوب بتاعت الخروع أبقى شايل في إيدي نجاسة؟ برضو لا الأطباء عرفوا أو قدروا يطلعوا من هذه الحبوب زيت يسمى زيت الخروع بيستعمل لعملية إسالة الأمعاء الناس اللي بيبقى عندهم إمساك فده بيبقى ملين بيخل البن آدم يخرج من إمساكه بسهولة هل هذا حرام؟ طبعاً لا أما تناوله من أجل أن يتسمم الإنسان أو من أجل أنه طعام هذا هو المضر وهذا هو الحرام ومع هذا يبقى النبات نفسه طاهراً ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر